منح بنك الاستثمار الاوروبي لفرنسا بنك خط ائتمام بقيمة 75 مليون يورو لتمويد المشاريع الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يصل عدد موظفيها إلى 250 موظفا وكذلك لتمويل مشاريع الشركات الكبيرة التي يتراوح عدد موظفيها بين 250 و 3 ألف موظف وستخصص أموال بنك الاستثمار الاوروبي لتمويد المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد الانتاجية وجاء التوقيع في مقر فرنسا بنك الرئيسي بحضور رئيس مجموعة فرنسا بنك ونائبه عدنان وعدل قصار ونائب رئيس بنك الاستثمار الاوروبي دايريوس كانابيكو وسفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن وهذه هي المرة السادسة التي يتعاون فيها بنك الاستثمار الاوروبي مع فرنسا بنك في إطار سياسته الهادفة إلى دعم التنمية الاقتصادية للمؤسسات اللبنانية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في لبنان وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تخصيص ما لا يقل عن 70% من مبلغ خط الاعتمان لتمويل مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة وما يصل إلى 30% لتمويل مشاريع الشركات الكبيرة وقال القصار إن دعم الشركات اللبنانية من خلال تحسين فرص الحصول على تمويل طويل الأجل بشروط مناسبة يمدرج ضمن استراتيجية فرنسا بنك الرامية إلى المساهمة بفعالية في خلق فرص عمل وتطوير القطاع الخاص في لبنان الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد وقال النائب رئيس بنك الإستثمار الأوروبي إن خط الاعتمان الجديد يأتي في إطار دعم البنك للقطاع الخاص وستراتيجية بنك الإستثمار الأوروبي الهادفة إلى تعزيز مناعة الاقتصاد اللبناني وقدرته على الصمود لمواجهة التحديات هذا ويدعم فرنسا بنك التنمية الريفية وكافة السبل من أجل الوصول إلى الإنماء المتوازن اقتصاديا واجتماعيا مع إلاء اهتمام خاص بالشباب والحرص على توفير التعليم للجميع اشتركوا في القناة